اهلا وسهلا بكم في الجزء الرابع من تطبيق انشاء مجلة ضمن دورة اندزاين طبعا بالمحاضرة السابقة وصلنا الى الصفحة 11 طبعا اكملنا الصفحة 11 اللي هي هذه الصفحة 20 الصفحة 10 و11 وتبقى الغلاف الخلفي والغلاف الامامي طبعا هذا هو الغلاف الامامي وان شاء الله بعد اكمال الغلاف الامامي راح نصمم هذا هو الغلاف الخلفي وكمان وهنا انه يفضل استخدام صورة من ضمن صور المجلة وطبعا احنا استخدمنا صورة السيارة اللي هي موجودة بالصفحة 10 والصفحة 11 نفتح برنامج فوتوشوب ونفتح مقاس A4 طبعا نروح على File ومن ثم New وطبعا نختار International Paper من القائمة Preset ومن ثم نغير نظام اللوني الى CMYK ومن ثم OK طبعا ليش غيرنا CMYK لان المجلة دائما في الطباعة يستخدم نظام CMYK في حال لو هذه المجلة ستصدر على الانترنت نختار RGB ولكن هذه المجلة ستطبع بالطابعة فاذا نظام الالوان راح يكون CMYK نضيف الصورة اللي هي هذه الصورة راح نخليها بهذه المنطقة جيد نضيف نضيف شكل مستطيل هذا الشكل راح يكون بهذه المساحة طبعا ننطيه لون اسود من نفس هذا اللون ونخلي الحجم ضروري ان يكون بنفس حجم الصفحة يعني ما يطلع اكثر حتى نستخدم الستروك الخطوة التالية نحدد الشكل وكونترول نحدد صورة السيارة وكليك ايمن ونختار Merge Layers نجعلهم طبقة واحدة حتى نضغط double click عليهم ونجي الى ستروك ونختار اللون البرونزي جيد ونختار من position نختار inside ونزيد بالمساحة وليكون مثلا بهذا المقدار وليكون مثلا خمسين وليكون مثلا ستين ممتاز نضيف العبارة في هذا المكان هل طبعا كونترول A ونختار لون ابيض وطبعا لا ننسى انه حجم كبير جدا نكتب باللغة العربية هل السيارة نعمة ام نقمة طبعا ننكبر علامة الاستفهام وبشكل عام الخط ننطي جي اي است هذا الخط وراح يكون بهذا المكان نضيف عنوان المجلة اللي هي بونات الغد كونترول A ونصغر الحجم لون الخط يكون ابيض جيد نحدد هذه الكلمة او الطبقة الخاصة بالعنوان والصورة طبعا من خلال كونترول ونجي على اداة الموف تول وننطي تغسيط حتى الشكل يكون بمنتصف المجلة نضيف شكل هذا الشكل راح يكون بهذا اللون اللي هو اللون الاسود وطبعا ننطي ستروك هذا الستروك راح يكون انسايد وبلون اللي هو لون الاطار ورح يكون مثلا 30 ومن ثم اوكي ننزل الستروك والشكل اسفل الانوان وطبعا ايضا مثل ما فعلنا نحدد الشكل ونحدد النص مع الصورة ومن اداة الموف تول نختار توسط طيب نحدد الشكل مع الصورة نحدد الشكل مع العنوان ونصغر قليلا وطبعا نضغط دبل اكليك على الستروك وممكن يصير 20 ممتاز ممكن يصغر وطبعا وطبعا يصعد الى الاعلى جيد نكتب هنا طبعا كنترول اي ونصغر ونكتب طبعا مجلة شهرية تصدر عن عالم طهاء الاحترافي وعن كنترول اي ونصغر الحجم فقط نعدل هذه الكلمة فقط نعدل هذه الكلمة فقط نعدل هذه الكلمة جيد مثل ما تعلمنا نحدد النص مع الصورة ومن اداة الموف تول ننطي توسيط وطبعا نضيف اما خط بحجم 10 بيكسل جيد جدا ويفضل انه نحدد هذا الشكل مع الصورة وننطي توسيط جيد جدا جيد جدا نكتب بهذه المنطقة اطفال الانترنت الى اين طبعا الى اين نكبر الكتلة ونكبر حجم الخط وراح يكون اللون برونزي ممكن يكون بهذه المنطقة نروح على الاشكال custom shape ونجي نختار هذا الشكل اللي هو علامة الاقتباس وراح نضيف بهذا المكان هذا الشكل وطبعا راح يكون التعبئة من fill راح يكون صفر راح نضيف نص مشاعر مسلوبة راح نخليها بهذه المنطقة راح نخليها بهذه المنطقة فقط انه نغير الستروك الى ابيض ويكون عشرين جميل جدا الان فقط انه نقدم الى اليمين طبعا نصغر النص هذا اقل وينزل الى الاسفل وايضا مشاعر مسلوبة تصغر وتنزل الى الاسفل هذا الشكل ايضا يصغر وينزل الى الاسفل بهذا الشكل ونكتب اهنا العدد 23 طبعا shift والعلامة اللي بعد الانتر فوق الانتر ونكتب تشرين الاول طبعا اهنا هذا راح يكون اللون ابيض وراح يكون الحجم مثلا 24 ايضا بنفس الطريقة هنا الحجم راح يكون 24 واللون ابيض ممكن انه هذا الشكل يكبر ممتاز ممتاز جيد جدا الان اكتمل الغلاف نحفظ الغلاف طبعا راح نحفظه باسم جيد الان نصنع الغلاف الخلفي طبعا ايضا من custom نختار international paper ومن ثم اوكي على A4 طبعا ننضيف شكل هذا الشكل اللي هو شكل مستطيل بهذا الشكل راح يكون بلون رصاصي وطبعا نتاكد من الستروك بنفس اللون اللي هو هذا اللون البرونزي طبعا هذا اللون البرونزي كيف اخذناه نجي الى هذه الخريطة اللونية ونسحب هذا اللون ونحتفظ به بقائمة ال swatch طبعا ممكن ندول اكليك هنا وadd to swatch وحيجينا اللون بهذه المنطقة نتاكد من الستروك انه خمسين جيد جدا نضيف عبارة طبعا نضغط double click او كتلة من الخارج ورح نكتب لا نكبر الناس ونتاكد انه الفونت هو Uptline Uptline black ونكبر حجم اللا نخلي اللا بهذه المنطقة وطبعا نكتب احنا للجهل طبعا نصغر عفوا للجهل وطبعا راح يكون بلون اسود اعتبار انه اللون الاسود يمثل الجهل وظلام راح نخليها بهذه المنطقة راح نكتب بهذه المنطقة اقرأ لرؤية مستقبلك الان طبعا نصغر حجم الخط وراح نخليها بهذه المنطقة ممكن انه نصغرها اكثر وطبعا ممكن نحدد جميع الكتل الخاصة بالكتابة وطبعا ندنيهن الى اليمين والى الاعلى جيد نجي ممكن هنا بالاسفل نسحب هذه الكتلة ونكتب كافة الحقوق محفوظة لعالم ضغاء الاحترافي كونترول اي وطبعا نصغرها ونخليها باللون الاسود طبعا نخلي الكتلة الكتابة بهذا الشكل ومن ثم اوكي نزل الحقوق الى الاسفل اكتمل الغلاف الخلفي نحفظه نسميه غلاف خلفي الآن نجي الى المجلة بالصفحة الاولى نروح على file place غلاف طبعا ممكن نحدد هنا اثنين هنا وopen نضيف الغلاف الخلفي باعتبار المحدد اولا وطبعا بنفس الوقت نقدر بيع الاتجاهات نستبدل الغلاف او نستبدل الصور ونحدد هذا هو الغلاف الامامي وطبعا هذا هو الغلاف الخلفي جميل الآن اكتملت عندنا المجلة حتى نحفظ هذه المجلة طبعا نروح على file ومن ثم نختار export وطبعا راح نختار نقرد سكتوب مثلا ونجي نتأكد هنا انا Adobe PDF print ضروري Adobe PDF print وراح نسميها مثلا مجلة بنات الغد ومن ثم save ومن ثم export اوكي طبعا ننتظر انه هذا الشريط يبتدي يكمل التحميل جيد اذا لاحظ انه هذه هي المجلة اللي تم انشاؤها طبعا بدقة عالية وطبعا مكتملة التفاصيل طبعا نقدر نعرضها بطريقة الكتاب المفتوح نروح على view و page display ونختار to up مثل ما نلاحظ هنا راح يعرض الناها بالصفحات المتقابلة طبعا هذه هي المجلة تمت بنجاح ولله الحمد تبقى خطوة واحدة فقط لو اردنا حفظ هذه المجلة على شكل صور حتى ننشرها مثلا نروح على file export ونغير من pdf الى jpeg وطبعا ممكن نسوي folder هنا نسمي مجلة ونقاط الغد يفضل انه نصنع مجلد وبداخل هذا المجلد نحفظ وهنا نعدنا الدقة طبعا 72 انا راح اخليها مثلا 300 اللي هي الدقة عالية والي quality طبعا ممكن high ممكن maximum كيف نه يعني هي ال high وال300 مناسبة جدا واكسبورت ننتظر البرنامج يصدرنا الصفحات طبعا نجي الى مجلة بنات الغد نلاحظ انه تم انشاء الصفحات بنجاح والحمد لله طبعا بإمكانه انه نصدر المجلة على شكل صفحات متقابلة يعني صفحات متكاملة نجي بنفس الطريقة فايل اكسبورت وطبعا نفس الفولدر نحدده ونختار jpeg طبعا نجي نختار سبرايت وطبعا نتأكد انه الدقة هايت والرزوليوشن 300 ومن ثم اكسبورت طبعا مثل ما تلاحظون انه تم انشاء صفحات متقابلة على هيئة صور جميل الصفحات متقابلة الحمد لله تم انشاء هذه المجلة وبكافة تفاصيلها وان شاء الله في المحاضرات القادمة رح نصنع تطبيق اخر للاندزاين حتى نعرف اكثر عن تطبيقات هذا البرنامج الرائع نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى